نذهب سريعا لمراسلنا من مارسيليا خالد شقير أهلا وسهلا بك خالد وبداية وطح لنا كيف سيؤثر قرار تقليص إعانات البطالة على الشارع الفرنسي بشكل عام وما ردود الفعل المتوقعة شعبيا وسياسيا نعم دينا بعد التحية تستمر الحكومة الفرنسية برئاسة جابرييل أتال في فرض سياسة التقشف على العمال هذا الأمر يتسبب في غضب تجاه من العاملين ومن الشباب الفرنسي ومن اليسار الفرنسي وأيضا من سوفي بانيي وهي رئيسة فدرالية العمال التي اتهمت الحكومة الفرنسية بالعقد وأنها تحاول أن تستخدم أسليب عقابية للذين يعملون مع تخفيض الشروط أو تجديد عفوا الشروط على هؤلاء العمال ستحاول الحكومة الفرنسية توفير حوالي أربعة مليارات يورو في العام ومع تصاعد الدين العام وتعصر الدين الاقتصادي والعقد الذي كان أكثر من المتوقع وصل دين إلى خمسة ونص في المية من أربعة وتسعة من عشر في المية ويستمر هذا الأمر في التدهور دافعت وزيرة الصحة الفرنسية والشؤون الاجتماعية على هذه الخطوة التي جاء الإعلان عنها قبل أقل من إجبعين من انتخابات أوروبية الحقيقة هذه الخطوة أيضا قام بالتشجيع عليها وزير الاقتصاد الفرنسي برونولومير وأكد أنه من خلال هذه الخطوة سيستطيع الحكومة الفرنسية تخطي أو تقليل أعداد العمال وأيضا المساهمة في تقليل العجز في الموازنة والتي تريد فرنسا أن تصل إليها هي المسموح بها ثلاثة في المية إذن هناك الكثير من الإشادة من قبل الحكومة الفرنسية بهذا القرار الذي اتخذه جابرييل أتالا الذي كان وزيرا للحسابات العامة تتذكرين عبان حكومة إليزابيت بورن وهو الآن رئيسا للوزراء وهذا التوقيت هو توقيت فيه كثير من الخطورة وبصفة خاصة أن جميع استطلاعات الرأي بتعطي حزب اليمين المتطرف وجوردان بارديلا في المقدمة بأكثر من 33% وتأتي الأحزاب المتضامنة حزاب الوسط مع الحكومة الفرنسية في المركز الثاني ب16% حسب آخر استطلاعات الرأي شكرا جزيلا خلد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا شكرا جزيلا